عزيزي المشاهد جايلك في الفيديو ده بافضل خلاطات العشاب اللي تخلي الفراخ جدين كيلو ونص وتدع كيلو ايه يا دكتور الفراخة تبع اتنين كيلو ونص تدع كيلو في اتنين في تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين يوم احنا عاوزين حاجة يا دكتور تتصدق لا الموضوع ده تتصدق وعلى عينك يا تاجر وقدام عينك دلوقتي الميزان معانا هو هنوزن الفراخ ونشوف الاوزان ايه مع بعض علشان الناس تقولي يا دكتور ده الجردل ده لوحد وزنه نص كيلو انا شيرت الجردل الميزان جايب كام سالب نص كيلو خطيت الجردل الميزان بتاعي مصفة هنجيب دلوقتي فرخة عشوائي من قدامكم ونشوف الاوزانة عاملة ايه اه دي فرخة ايه 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 اوزانة انا معا عالميزان كام اتنين كيلو ونص يعني احنا الخلاطات اللي انا هقولك عليها في الفيديو ده مش هزار مش خلاطات انا عاملها او اقولك اي كلام في الفاضي ده على ارض الواقع انا اعمل ايه مع الفراخ دي بص حيوية الفراخ وشكل فراخ على انت كده بص كده بص كده وزن الفراخة كام اتنين كيلو ستمية اتنين كيلو سبعمية يعني انا لما اقولك اخلي فراخك توصل لتلاتة كيلو في خمسة وتلاتين يوم تصدقني يا جماعة الفراخ اللي قدامكم ده عمر تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين يوم وجايبة اوزان جبارة جدا كل فرخة اكلة تلاتة كيلو ومية جرام فقط وجايبين معايا الاوزان ديت ازاي انا اخليك توصل للشكلي ده اسمع الفيديو للنهاية واخبط لايك في اول الفيديو وتنزل تشترك تحت الفيديو كلمة اشتراك بدل احمر اضغط عليها واضعلي ضعوة طيبة من قلبك وعرفك بنفسي انا محمد رضا طبيب بيطاري غرض الارتقاع بتربية دواجن واعلمك تربية الفراخ الصح ايه عزيز المشاهد بص الحيوية دي فرخة تلاتة كيلو بص حيويتها عاملة ازاي عزيز المشاهد نقطتين بصات جدا علشان توصل للوزن ده لازم تعمل تلات حاجات واربع خلاطات في المياه ايه تلات حاجات وايه الاربع خلاطات التلات حاجات اول حاجة لازم انا اكون مزبط درجة الحرارة والكتاكيد دي من عمر يوم ما تلمش على بعض ما تتجمعش على بعض او ما تعرقش مني يعني انا ازبط درجة الحرارة الاسبوع الاول تلاتة وتلاتين الاسبوع التاني واحد وتلاتين الاسبوع التالت تلاتين تسعة وعشرين الاسبوع الرابع تمانية وعشرين هتلاقي شغل كواس جدا تاني نقطة معاك وهي التهوية تحاول تزبط التهوية عندك في المكان تلاقي نفس الفراخ حلو هتلاقي الفراخ بتجري وتلعب وفيه نشاطه حيوية زي ما انت شايف كده ايا كان وزنها ايه تالت نقطة معايا وهي الاضاءة انا بص كده الفراخ في المكان كله ممور مش في حتة ظلمة وحتة ممورة ليه فيه ناس بتجيب اللامبة تحطها في راس الفرخ كده فده كده بينور الجزئية دي بس وبقية المكان مش منور رابع جزئية وهي الفرشة والفرشة بوزت عندي لان انا هبيع الفراخ دي دلوقتي او بكرة فانا يعني ايه خلاص الفراخ ده تتباع اخر اليوم فمرضيش افرش تبني او جير تاني لكن الطبيعي لما تبع الفرشة كده برش جير ماطفي من اي حد يبيع مواد بناء ورش في الجير ده وات شوية تنشارة او تبني كده على القديمة لكن ما شلش ده وافرش جديد دي كده الاربع نقطة لتخلي بلك منها هتجيب معاك اوزان فوق الوصف وانا مش بقولك الكلام ده في الهواء ده على عينك يا تاجر والميزان قدامنا او يا جماعة في النقطة اللي بعد كده عزي المشاهد ده ايه الخلطات اللي استعملها هقولك الخلطات اللي استعملها ايه بس يسمعني الصلاة لحبيب كده عزي المشاهد عشر ثواني بس هقولك عملك عرض اسم عرض المتابعة بتابع فيه انا شخصيا دورت الفراخ بتاعتك في العمر يوم حد البيع ده بيكون بمقابل مادي بسيط جدا بكلمك في التلفون بكلمك ع الوصف بقولك اليومين الجيين هنعمل كزا اليومين البعدهم هنعمل كزا يصدر بالمتابعة ده المقابل المادي بسيط جدا حاوبة بتشترك معاه في عرض المتابعة كلمنا عرقم الوصف لزارة قدامك على الشاشة عزي المشاهدين دي الاوزانة اللي مطلعناها اتضارة للفاتت واوزانة الدورة دي انتشوفتها على الميزان ودي برضو اوزانة الدورة لقبلها اتمنى يكون لحباب قلب التوفية ايه هي الخلطات اللي هي سر التسمين يا دكتور خلطات اللي هي سر التسمين عزي المشاهد رقم واحد معايا هعمل حلبة مع ارونفل اجيب شوية حلبة حاصة حطوهم في كنكة وعليهم شوية ارونفل خليهم يغلي كويس جدا وبعد ما يغلوا احطوا عشرين سنطا على اللتر او عشر سنطا على اللتر مفيش اي مشكلة معايا انا غليت كنكة وانت عندك مية فرخ وزع كنك على ثلاث سايا اربع سايا عندك عمبر اغلى حلة كبيرة وهكذا ايه الخلط رقم اثنين معايا الخلط رقم اثنين معايا الكمون اجيب كمون واغلي وحط عشر سنطا على اللتر هيعليج لأي مشكلة معاوية ممتاز جدا الخلط رقم ثلاثة معايا وهي الينسون الينسون منشط كبدي ممتاز جدا ومعنى هو منشط للكبد الكبد ده هو الاساس الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي عندك كفاقته على اكمل وجه واللي خلانا اوصل للوزن ده ان انا مهتم بالجهاز الهضمي انه محصلش فيه اي مشكلة اطلاقا بطبيعي هتلاقي لو اوزان بتتحرك معاك بالساعة الفرخة هتعدي معاك اوزان بالساعة النقطة اللي بعد كده عايزين مشاهد لعسر اللسود لعسر اللسود لعسر اللسود تاجة جماعة ممتاز 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 جدا ليه ممتاز جدا علشان خاطر بيدي طاقة ممتازة ورهيبة وبالاخص بعد مفرقة تعدى عمر الاسبوع او الاسبوعين حط اتنين سنتي او تلاتة سنتي على اللتر هتلاقي في الوقت اللي بتنزل فيه العسل انت مثلا بتحط العسل طول الليل هتصحى الصبح زي كده بص كده اللي على فات كلها تقريبا خلصانة ليه بقى خلصانة علشان خاطر وفاتح شهية ممتاز 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 انه استعمله تلاتة سنتي على اللتر انا هجيب معايا شغل كويس جدا الخلط ركب اربعة معايا وبعد ما تعدى العشرين يوم بيبدأ يظهر السهلات على المخرج زي منتو مسلا شايفين في الفاخة دي السهلات دي انا عليكها ازاي وخلي بالي منها ازاي كل تلات ايام او كل اربع تيام كل اربع تيام بعد ما فراخت تعدى عمره اسبوع كل اربع تيام هتنزل بالنهار مضاد سموم بالليل حط ساوة فلاجيل شراب من الصيدلية البشري حط منه اتنين سنتي على اللتر هيجيب معاك شغل ممتاز جدا مش هتلاقي اي كشاشان مفاجئ مش هتلاقي اي رقود على الارض مفيش اي مشكلة لعلف هيعملها لك واكل اي نوع علف انت تحبه مش هيفرق معايا دي كده تقريبا الاسرار اللي هتكلف رخك ووزنها كويس جدا حضرتك برضو لسه يعني انت فهم بس عاوز تفهم اكتر انا بقى هبيع الفراخ دي النهاردة بالليل يومين اتنين او تلاتة هننزل كدكين صغيرة تب يعني علشان انا تدي كل يوم هصور لك عندها فيديو يقول لك اليوم كزا تعمل كزا اليوم كزا تعمل كزا على اليوتيوب لو انت حابب بقى تشوف السلسلة ديك تحت الفيديو كلمة اشتراك بالليل اللاحمر اضغط عليها واشترك معايا في القناة عشان يوصلك السلسلة دي على ساتة المشاهدة عملت لك انا حاجة اسمها توقعات السوء يعني انا بقول لك لتلات يامي جئين كيرو الفراخ ممكن يرخص ممكن يغلى وركز ان انا قلت ايه قلت ممكن ان ده توقعات مش حاجة مؤكدة انا ازاي ازاي ازبط شغلك على هذا المنوال ازبط شغلك على هذا المنوال من حيسي بقى انت كمربي شوف الايام اللي كتفراخ هتغلى فيها وتبيع فيها طب انا كمستهلك بياكل فراخ ومش بربي ابدأ اعمل ايه بقى اشوف الوقت اللي الدكتور هيقول فيه كيرو الفراخ هيرخص واشتري فيه لبيتي يبقى كده الطرفين مستفدين ربنا يصلح حال الناس جميعا عزيز المشاهد لو انت برضو يعني عاوز تسمع التوقعات انزل اشترك معاه في القناة وده سكرين انا قلت للناس فيه كيرو الفراخ هيغلى المربي يستنى يومين تلاتة ويبيع والمستهلك لو عاوز اشتري فراخ ينزل السوق ويشتري علشان خاطر الفراخ يومين بالزبط وهيغلى كان بخمسة وستين يومين اتنين بقى بخمسة وسبعين وفي الطالع عزيز المشاهد برضو فيه نقطة مهمة جدا وخطيرة وهي اهتمامك حضرتك هتهتم بدورة الدواجن بتاعتك حضرتك هتخلي بالك هتتعب ربنا هجزيك في الاخر اول عن اخر ربنا هيرضيك لو انت تعب لكن جبت فرخة رميتها مستنى هتكبر ده مش هيحصل نوزن فرخة تاني يا جماعة علشان معنا صراحة الاوزان عجباني يعني باسم الله ما شاء الله يعني نجيب فرخة كده هي اتنين كلو وتلتمية طيب تعال انت يا حلوة فرخة تانية اصغر فرخة جماعة اتنين كلو مية دي الصغير بص دي الصغير اه طيب نجيب برضو فرخة تانية هي مع بعض كده بس ايه نوزن كزا فرخ عشان تتصدقنا بس اتنين كلو وربع مية يبقى انا فرخي متوسطة جماعة اتنين كلو تلتمية اتنين كلو وثلتمية وخمسين كمان الفرخ كلها في بعضها طيب انا ازاي وصلت للكلام ده ده اللي انا وصلت لك في الفيديو ولسه وصله لك ان شاء الله في الفيديوهات الجاية انزل للا شترك معاه في القناة ودعوة طيبة من قلبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته